اشتركوا في القناة صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح أفاق التواصل معكم لاستقبال رأيكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نتمنى إن شاء الله أن تكون بداية أسبوع لقرارات مصيرية نأخذها معا يعني نعزز من نمط الحياة الصحي والسليم والذي سنصل بكم إن شاء الله من خلاله إلى الوقاية من الأمراض مختلف الأمراض عموما برنامجنا مستمعين أرقام التواصل معانا بتكون على 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسائل النصية على 4-0-6-4-0-6 بعد شوي إن شاء الله من أطلع لايف على الإنستجرام نور دبي طيب على طاري الإنستجرام ووسائل التواصل الاجتماعي قبل أن نبتدي معاكم حلقاتنا خلونا نأخذ بس جولة سريعة على أهم ما كان يتداول خلال يعني هذه الإجازة إجازة نهاية الأسبوع عبر حسابات هيئة الصحة بدبي في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي DHA underscore Dubai مع الزميلة أسمى الجناحي صباح الخير صبحتم الله بن نور ترور وخير محمود وجميع المستمعين وقفهم الأحد اللي يحبك الأحد نتمنى يحبونك الأحد إذن المهم نتكلم عن بعض الأشياء دائم صادف في تاريخ تساوى العشرين من سبتمبر واليوم العالمي للقلب وهذا أصلا كان الوسم باللغة الإنجليزية وورد هاردي كان من التوب ترند في دولة الإمارات على توتر من خلال هل في خلال هذا اليوم أو خلال عطلة نهاتي الأسبوع كان تركيزنا كبير على التوعية حول الطريقة الصحيحة للحفاظ على القلب وشعار هذا العام كان بماذا تعاهد قلبك كل إنسان كان مفروض يحط مثل وعد أنه يوعد نفسه راح يمنع حد ممكن يحط نعاهد قلب أني أنا ما أحب غير حرمتي مثلا ما عفده هذا يزيد هذا يمكنك سبب مشاكل قلبية أخرى أيضا من ضمن الأشياء كانت مبادرة نبضة وهي علاقة أطفال المصابة بالشوهات القلبية في مصر وخلصت الحمد لله أكثر من أمية طفل تم القيام لهم هذه العمليات نحن بسنبوا نشارككم ببعض الأشياء اللي شاركونا فيها الناس مسألناهم بماذا تعاهد قلبك الحمد لله محد يعني قال إن أحب حرمتي ولا وغيره بعض الأشياء اللي وصلتنا بمراسة الرياضة اتعاد عن تفكير إذي يؤلم قلبي هاي من الأشياء اللي فعلا يعني الأشخاص الحالة النفسية تؤثر جدا على صحة القلب فالمفروض واحد ما يهمل هذا الشيء أهم شيء إنه فيه أشخاص عاهدوا نفسهم إنه يقلعون عن التدخين عندهم من التدخين مو بس القلب والرأة وصحي تلفكر شيء ونختمها بالرسالة الصباحية رسالة اليوم التسم فهذا الأسبوع سيكون مختلفا وإيجابيا حاول نعطيهم جرعة إيجابية زيادة اليوم ونتمناهم أسبوع جميل إن شاء الله تعالى أسمى بس نذكر بحسابات هيئة الصحة في دبي مرة ثانية حسابات نحن موجودين على إنستجرام تويتر فيسبوك لينكدن يوتيوب سنابسات دي اتش اي أندرسكور دبي ما عنده يوتيوب ولينكدن فيسبوك ودبي هلث أثارتي دبي هلث أثارتي إذا كتبوا في جوجل بالعربي ممكن تطلع لهم الحسابات هذه أهي أكيد ممتاز شكرا لك يا أسمى قدمت بصحة وسعادة قدمت بصحة وسعادة طيب كانت معانا أسمى الجناحي مسؤولة التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي ما ننتقل إلى فقرة التغذية هذه فقرة يومية إن شاء الله استحدثناها نحن مع هذه الانطلاق الجديد للبرنامج معانا الأخة سامية خالد أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي صبح جل الله بالخير أختي سامية صباح النور والسرور أهلا وسهلا شو عندك لنا اليوم من معلومات عن التغذية معلومات التغذية دائما متجددة وكثيرة ونحب إن شاء الله نفيد فيها الإخوان المستمعين تفضل يا أختي حنتكلم اليوم عن التغذية السليمة لمرضى الأورام أو مرضى السرطان بشكل عام كوقاية وكمصائح التغذية خلال فترة العلاج نعلم العديد من الأشخاص كثير مهتمين بهذا الموضوع وفيه جدل واسع بالنسبة للتغذية فنحن نوصل الأشخاص بشكل عام قبل الإصابة بالسرطان فيه نصائح تغذوية محددة يجب الالتزام بها هو نظام غذاء صحي عالي بمضادات الأكسدة ورح نفسر شو يعني مضادات الأكسدة هو نظام صحي يعتمد على توقيت الوجبات أيضا يعتمد على نوعية الأكل وكمية الأكل يأتي العديد من الأشخاص لنا ويقولون أنا نظامي صحي بس ما قاعد أستفيد من العلاج نسألهم عن التوقيت توقيت الوجبات له تأثير رائع في استفادة الجسم من المغذيات لو الشخص مثلا يستثني بعض الوجبات يركز على وجبة واحدة فقط فيه نظام الغذاء هذا لا ينفع فالقاعدة الذهبية الأولى للشخص كوقاية أو كلاستفادة من العلاج هي تنظيم توقيت الوجبات ونقصد في تقط التنظيم توقيت الوجبات أنه يعتمد على ثلاث واجبات رئيسية ريوق غدا عشا ووجبة خفيفة أو وجبتين بين الوجبات الرئيسية القاعدة الثانية هي نوعية الأكل أيضا يأتي العديد بينه من المرضى ويقولون أنه هل هذا مسموح؟ هل هذا ممنوع؟ هل هذا يأثر سلبا؟ هل هذا يأثر إيجابا؟ نوعية الأكل جدا مهمة يجب الالتزام بالهرم الغذائي الأكل لازم يكون متنوع ولو كان الأكل مفيد هذا لا يعني أني ألتزم فيه وأستثني بقية العناصر الغذائية نشرح الهرم الغذائي المقلوب الهرم الغذائي هو عبارة عن مثلث قاعدة الهرم هي أكبر شيء تحتوي على مجموعة الخبز والنشويات وهي أكبر مجموعة لذلك نجب أن نصحح المعلومة للأشخاص دائما الشخص المصاب بالترطاني يقول والله أنا وقفت الرز ووقفت البطاطا هذه التي تتغذى عليها الخلايا السلطانية هذا تماما خطأ يجب الانتباه والحذر من استثناء هذه المجموعة لأنها أكبر قاعدة بالهرم الغذائي وأهم مجموعة هذه المجموعة تزود الجسم بيتامينات بيه اللي ما رح نحصلها إلا منها المجموعة فيجب التركيز على هذه المجموعة وأخذها بكمية محددة خصائف التغذية تتكلم مع الشخص المصاب وتكلمه عن كمية احتياجه من هذه المجموعة المجموعة اللي بعدها هي الخضار الخضار هي عبارة عن صيدلية فيها العديد من الفيتامينات والمعادن وشيء بنسمي دائما مضادات الأكسدة دائما نركز نقولهم مضادات الأكسدة مضادات الأكسدة فهي المخزن الأساسي لها هي الخضار نقصد فيها الخضار الصليبية البروكري القرنبيط الملفوف نقصد فيها الخضار الورقية الخاس السبانخ نقصد فيها الخضار العادية من طماطم من إخيار يجب التنويع أيضا لازم يكون فيه ألوان في غذائنا العنصر الغذائي اللي بعد مجموعة الخضار هو مجموعة الفواكه مجموعة الفواكه أيضا تمد الجسم بفيتامينات مهمة لكن فيه كمية محددة من الفواكه يجب أخصائي التغذية أيضا أن تجلس مع الشخص المصاب وتحدد له كمية الفواكه المسموحة له خلال اليوم هناك بعض الفواكه الممنوعة عند الأشخاص اللي بيأخذون العلاج الكيميائي وهي الخضار اللي طبقتها رقيقة مثل التفاح والكومسرة وذلك لأنه عندنا احتمال أنه البكتيريا سهل أنها تخترقها وبالتالي ممكن تثبط لهم جهازهم المناعي يجب استشارة أخصائية التغذية عند البدء بالعلاج الكيميائي لنتعرف عن الفواكه المسموحة والممنوعة وهذه أهم شغلة يعني يجب استشارة أخصائية التغذية دائما دائما لأن الصراحة إحنا نعاني من فرضيات عديدة مرضى السرطان بيأمنوا فيها وتأخذ معنا وقت كثير لتصحيحها يعني يأتي مريض السرطان مشبع بكمية من العادات التغذوية والحقائق التغذوية اللي أصلا لا صلة لها بالحقيقة ونقعد إحنا نصحيح لهم بالعادات الغذائية يكونوا سمعوها من مصادر مش موثقة أو من مصادر من الانترنت أو من بعض الأشخاص المقربين لهم يجب استشارة الطبيب وأخصائي التغذية لمعرفة الخطة العلاجية التغذوية اللي لازم يلتزم فيها شاكرين لتش سادة سامية خالد أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي ونتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا نتمنى السلامة والصحة للجميع ويعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا طيب قبل أن أطلع فاصل بس أقرأ هذه الدراسة على السريع إذا تسمح لي ناصر طريقة بسيطة لتحسين الذاكرة كشف علماء جامعتين كاليفورنيا في إيرفين الأمريكية وجامعة تسكوبا اليابانية أن حركات إحماء بسيطة تعزز الأواصل بين أقسام الدماغ المسؤولة عن تشكيل وتخزين الذكريات هذه الدراسة التي تم نشرها في أحد المجالات العلمية تقول أن مركز علم الأعصاب درس بواسطة الماسح الضوئي مؤشرات نشاط دماغ 36 شابا أصحها بعد ممارستهم لتمارين بدنية بسيطة أوضحت النتائج تحسن التفاعل بين التلفيف المسنن والحسين ومناطق قشرة الدماغ ذات العلاقة بتشغيل الذاكرة كما اهتم الباحثون بإمكانية ولادة خلايا جديدة في هذه المناطق يقول مايكل ياسا مدير مركز العصاب والتعليم والذاكرة في جامعة كاليفورنيا لا نستبعد ولادة خلايا جديدة ولكن هذه العملية تحتاج إلى وقت ولكن تأكد لنا أن التمارين البدنية لمدة عشر دقائق تعطي مفعولها على الذاكرة هذه بس دراسة على السريع قبل أن نطلع فاصل ويعني عشان تحسنون الذاكرة ويمكن هذه الواحد حتى مع حياته ممكن يحس أنه مع الرياضة يحس وايد أشياء جميلة في حياته حتى نفسيتها تكون أحلى وإيجابية وسعيد وراضي عموما ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم وراتنا وخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للأعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معانا مستمعين 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 طيب دائما نعيد ونزيد برنامج البث المباشر انتهي جمعات الخير لما تشغلون التلفون بهذا الشكل تأثرون على سير البرنامج عندنا في برنامج صحة وسعادة هذا من جهة ثانية الناس اللي يبغون يتواصلون معانا كذلك ما يحصلون الخط بسبب أن معظم المكالمات الخاصة بالبث المباشرتين في هذا البرنامج فرجان أنا حتى أباشر بعد بكلم بعمر بخليه ينوه أن مسألة قبل أن ينهي الحلقة أن يخبركم أن خلاص الحلقة انتهت وفرض هذه يعني نحن بروح ننعرفها يعني خلاص البرنامج شو الفائدة تتصلعك بالبرنامج الطاقم اللي كانوا يشتغلون في هذا البرنامج تركه والستوديو فيصير لود علينا نحن فتعاونوا معانا بارك الله فيكم هنا يقول أبو برعي أهلا وسهلا بك محمود وبطاقم البرنامج أرجو المعذرة خاصة بطباعة الرسالة والله أبو برعي أنا ترى أفك الشفرة هذه أحاول قد ما أقدر أن أفك الكلام أزاك الله خير يا أبو برعي نحن سامحونا اليوم وابش على الإنستغرام لأنه عنا مشكلة تقنية في هذا الموضوع إن شاء الله بتنحل في القريب العاجل طيب ما أتكلم عن شغلة جميلة أو أكثر من شغلة معانا في الستوديو عندي ضيفتين اليوم يعني عندي دكتورة خلود الصايغ خصائية طب أسرة في حيات الصحة في دبي وعندي بعد كذلك دكتورة ميسون الشعالي استشاري يسمعونك فره يوم أنت الصاصرين يسمعونك استشاري طب المجتمع في هيئة الصحة في دبي استشاري أعلى عن أخصائي صح؟ يعني مثل نقيب وراد خصائي بعدين يصير استشاري عموما إن شاء الله بتستوينا خصائية واستشارية وإن شاء الله بعد نشوفك في أعلى المراتب أنت ودكتورة خلود أنا ببتدي سامحيني ببتدي مع الدكتورة خلود دكتورة خلود يعني هيئة الصحة دايما عندها شغلة مهمة أن هي تحاول أن تصل إلى المجتمع ويكون أكثر صحة وسعادة فيه استثمار كبير في أطباء الأسرة بشكل عام لأنهم يسمونهم خط الدفاع الأول دايما في المنظومة الصحية هذا على مستوى العالم يعني كل الدول المتقدمة عندهم هذا النظام حين أبغي تكلم معاتش والبداية عن أهمية تخصص طب الأسرة وتعتقدين أن الحين في عندنا قبال كبير والناس بدأوا يفهمون هذا تخصص ولا لا أولا مرحبا أخ محمود وما قصرتوا ورحبتوا فينا في البرنامج فعلا مثل ما تفضلتوا قلت أن الطب الأسرة هو الخط الأمامي أو خط الدفاع الأمامي ودورنا مهم جدا لأن احنا أول مثل ما يقولون أول صلة بيننا وبين المريض أو حتى ما ما نقول المريض ما نقول الزائر للعيادة أول صلة بيننا وبينهم لازم يكون فيه نوع الثقة أن هذا الشخص جاء عندي العيادة وكلمني شخصيا أنه هذه فيه ثقة موجودة وممكن أن يكون أنا عارفة هذا الشخص وممكن أن يكون عارفة أهله عارفة عياله عشان إيه عندي ويفتح لي قلبه ويقول لي شو المشكلة في ذكارة هذا الثقة موجودة هذا أساس الأساس عند طب الأسرة وجود هذا الثقة طبعا يكون فيه معرفة بين الطبيب والمريض يفتح المجال أنه ممكن إحنا يكون صلة بينه وبين المستشفيات صلة بينه وبين مثلا إذا عنده مثلا مشكلة صحية إذا عنده مشكلة نفسية إذا عنده مشكلة اجتماعية إحنا ممكن نكون المحور أو الدفاع بينه وبينهم فحاليا في الماضي كانوا يسموننا الطب العام طبيب عام طبيب عام طبيب عام كلمة قليلة جدا أو صغيرة على الطب الأسرة ولا شو رأيتش أنا أكيد طبعا لا إحنا الطب الأسرة هيتخصص لأن إحنا ما نشمل بس العلاج الجسدي في العلاج النفسي في العلاج الروحاني في العلاج الاجتماعي بالإضافة إلى إحنا عندنا الأسلوب أو الحمد للتقنيات الجديدة أنا ممكن إحنا نشوف الأمراض في بدايتها أو ممكن نتفاداها من البداية عسا بنعطي حياة صحة وسعادة للناس جميل أنت سألتها شو رأيتش أنا أبغي أسألها حين شو طب المجتمع دائما معظم الناس ما يعرفون شو هو طب المجتمع ولا شو أهمية طب المجتمع دكتور ميسون أيوة طب المجتمع أول كانوا يسمونه طب الصحة العامة وفيها الحين فيه شيء يسمى صحة عامة وفيه شيء يسمى طب المجتمع الصحة العامة أكثر شيء للتقنيين بينما طب المجتمع للأفزيشنز نحن نشتغل على الوقاية أكثر من أن نحن نشتغل على مريض واحد لواحد نشتغل على المجتمع نرفع الوعي عند المجتمع بأهمية الوقاية من الأمراض علشان ما يوصلون لمرحلة التي هي العلاج أن هذه المرحلة فيها طبعاً أول شيء واحد يتأخر في الصحة ثاني شيء فيها نفقات أسرية للأسرة نفسها ونفقات للدولة في العلاج هذا المرض فنحن دائماً شغلين على الوقاية الأولية والمسح جميل الوقاية الأولية والمسح ودائماً نحن نقول أن الاستثمار في الوقاية هو الأفضل من أن الواحد يتراه لما يمرض ويصير عند الطبيب طبيب الأسرة هذا شيء أكيد طبيب الأسرة سوري طبيب الأسرة بعد له دور في الوقاية طبيب الأسرة كذلك يشاركنا نحن كطب المجتمع في أنه دائماً يرفع الوعي عند المريض بحيث أنه يوم يشوف المريض يقول له شو مشكلة عنده ويبدأ يثقفه فهم يشاركنا في الوقاية نحن بيهم يون عندنا قبل ما يمرضون أنا هنا أبغي تكلم عن دور طب الأسرة في الوقاية من الأمراض وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا والمشكلات الصحية بدايةً نحن نبغي المريضية عندنا بس أول شيء كتثقيف صحي نحن مع بعض مع طب المجتمع نهتم بالثقافة ثقافة المريض لما المريض يكون عنده معلومات معينة عن المرض مثلاً السكري شو المنتشان عندنا الحين إذا المريض عنده فهم شو السكري شو مرض السكري شو ممكن نحن نتفادها مو بس بالأكل في طرق مختلفة نتفادها فيها شو ممكن نحن نتجنب هذا المرض هذا عبارة دوري كالطبيبة وأسرة خلاص كملتها يعني بها الطريقة فتثقيف الصحي شيء وايد مهم طبعاً من ناحية التغذية من ناحية الرياضة من ناحية الكلام من ناحية معرفة المرض نفسه هذا شيء وايد وايد مهم بالإضافة لها طبعاً عندنا الفحوصات الدورية اللي نسويها كل مريض حسب الخلفيته في فحوصات دورية نسويها مرات مرة بالسنة مرة كل ثلاث سنوات حسب المريض وخلفيته نسوي لها الفحوصات ممكن نتدارك المرض في البداية جميل أو ممكن نكتشف عن علامات مسببة حكاً الأمراض هذه فإذا داركناها من البداية المضاعفات المشاكل ممكن تتحصل مع الأمراض الأدوية ممكن نتفادها من البداية فهذا الشيء وايد مهم إن المريض ممكن يهين العيادة مو عسب أنا أشتكي من شيء معين أنا أبا أعرف عن هالمراض أبوي في هالمراض أبا أعرف شلون ممكن أتجنبه عشان ما يستويله إذا ما استوى فيه مثالي هاي مزي أنا بركز شوي على طب الأسرة شوي لأنه بطلع الفاصل بعد الفاصل برجع لك وعلينا موضوع وايد مهم مع الدكتورة ميسومة يتكلم عن يوم القلب العالمي وأيضاً بعد بلتشاركنا كذلك دكتور خدود هذا الموضوع لكن دكتورة أبغي تكلم هنا عن الإمكانيات المتوفرة لكم كأطباء أسرة لأن معظم أو الثقافة السائدة اللي كانت موجودة يمكن شوي تغيرت الفترة الأخيرة أتمنى هنا تغيرت أن طبيب الأسرة لا أنا ما أبغي طبيب أسرة هذا طبيب عام أنا أبغي واحد متخصص فلا طبيب الأسرة هذا تخصص شامل كامل يعني عنده طبيب الأسرة الإمكانية أن يتحدث ويعالج الكثير من الأمراض أو 80% على حسب ما يفيدون بها المتخصصين فأبغي تكلم عن الإمكانيات المتوفرة في هذه الصحة لأطباء الأسرة من جهة وأيضاً علاقة طبيب الأسرة بمختلف التخصصات الطبية أوكي مثل ما قلت لك أساس العلاقة علاقة الثقة هاي الأساس في البداية لما إحنا عندنا تقنيات مختلفة في العيادة عندنا السيرفوسز مختلفة في العيادة عندنا مثلاً قسم الحوامل قسم النساء قسم عندنا الأشعات عندنا المختبر يعني المريض إياه عندي في العيادة عندي الإمكانيات عندي السيرفوسز المختلفة اللي ممكن أنا أساعد فيها أخدمات مختلفة ممكن أساعد فيها هذا المريض فإذا فيه الثقة موجودة المريض ياي عندي ويشتكي من شيء معين مثلاً افتراضياً عنده مثلاً ألم في الصدر حين أنا أعرف أنه الألم في الصدر ياي من القلب ياي من الرئة مجرد عضل المريض إذا راح ماشى وراح عند دكتور قلب وراح عند دكتور رئة بروحة من عنده في الخاص يضيع وقت يضيع وقت الدكتور وفي نفس الوقت ما يحصل التشخيص السليم اللي هو يحتاجه وغير القلق الزائد أنا ما عارفيني هاي فينا ما عارف شو فيه لكن لما هي عند العيادة وأنا أعطي الفحوصات اللازمة وقلتها فلان فيك كذا تحتاج بس دواء لا فلان فيك كذا تحتاج تصير عند أخصائي مثلاً للقلب أو أخصائي للطمأنينة اللي يحصلها من طبيب الأسرة النوع الدعم الموجود هذا عبارة نص العلاج بالنسبة حق المريض وانت ذكرت أن في عندكم ثلاث مواضيع أن تهتمون فيه بالصحة النفسية والصحة ذكرت الصحة الروحانية أنا ما فهمت هذه الصحة الروحانية بس يمكن لها علاقة بالإيمانيات عند المريض نفسه بالضبط وأيضاً شو ذكرت بعد صحة الجسدية حتى الاجتماعية بعد الاجتماعية بعد ما شاء الله عليكم كل شيء نسوي كل شيء نسوي نحن حتى للبيت نسير نسوي زيارات منزلية والحمد لله تقنيات حديثة ما شاء الله جميل أنا خلينا أطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بكمل الحوار معكم وأيضاً بطرق لبعض المواضيع الأخرى كذلك من خلال هذا البرنامج إخواني وخواتي لديكاترا موجودين هنا أي سؤال تبون توجهون لهم على 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 فاصلوا وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخرى مستمعين الكرام وحاكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 موجودين لممودين الصراحة تبعوا موجودين لايف على الإنستغرام لكن اليوم سامحونا دماما نطلع لايف إن شاء الله باتر ونرجع معاكم لايف على الإنستغرام عموما أنا معايا في الستوديو دكتورة خلود صايخ صاية طب الأسرة وأيضا دكتورة ميسون الشعالي استشاري طب المجتمع في هيئة الصحة في دبي بكمل معاكم الحوار ولكن كنت أبغي أتطرق إلى موضوع خاص بما أن نحن نتحدث عن الإبداع والإنجاز والتفوق والإمكانيات اللي موجودة فهيئة الصحة يعني استحدثت مجموعة من برامج التدريبية المتقدمة اللي تلبي احتياجات موظفينها على اختلاف مسوياتهم الوظيفية وتخصصاتهم وأيضا في الوقت نفسه تتوافق مع قطط الهيئة لرفع مسوى الأداء وتعزيز التنمية الذاتية عند الموظفين فوايد برامج سووها في هذا المجال يمكن أن تكون موظفيها تحسون فيها ولكن أنا بتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل مع أختير الأستاذة آمنة السويدي مدير ردارة موارد دبي شريف هيئة الصحة في دبي صبح جل الله بالخير أختي آمنة السادة آمنة مرحبتين يا هلا كنا نتكلم عن البرامج اللي تحطونها بالنسبة لهيئة الصحة في دبي نحن نبغي نتحدث عن هذه البرامج التي تعطينا فكرة عامة عن أو نبدأ عامة عن برامج التدريب للموظفين يا مرحبا حياك الله محمود أول شي نقول الحمد لله السلامة الله السلام الحين تتكلم على البرامج بشكل عام ولكن تتكلم على مذكرات التطاهم المؤخرة مع دار الموارد البشرية أنا كنت أبغي أتكلم عن البرامج بشكل عام وبعدين بدخل في بعض البرامج هذه والمذكرة بس مدام ذكرتي موضوع المذكرة خلينا نتكلم عن المذكرة زي احنا طبعا وقعنا هيئة الصحة في دبي وقعت مع دار الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة التفاهم أو يعني تفقية تفاهم بما يخدم تطوير الموظفين من المواطني دولة الإمارات في الوظائف التخصصية أو الوظائف المحورية احنا يمكن نتكلم الهدف من هذه المذكرة طبعا شراكة مع القطاع الخاص بشكل أكبر على أساس نعزز من الكفاءة التخصصية لموظفي يعني المواطنين منهم في هيئة الصحة مستهدف الخريجين الجدد ممكن مثلا نوديهم في برامج تدريبية تطويرية مع هذه الجهات التي تم التوقيع معهم ذكرات تفاهم وعندنا بعد الوظائف التخصصية والمحورية في هيئة الصحة ممكن نضرشهم في الجهات المتميزة في هذا المجال على أساس نطورهم ونأهلهم من ناحية تأهيل الكفاءة المطلوبة للمسارات المهنية مالهم أو قطاط التعاقب الوظيفي الخاصة فيها جميل هذا بشكل عام عن المذكر أما فيما يتعلق بالبرامج التدريبية نحن طبعا كل سنة نقوم بإعداد خطة للتدريب بشكل سنوي للهيئة شاملة الوظائف المحورية الرئيسية الموجودة عدنا سواء الكادر الطبي الطب المساند والتمريض والوظائف الإدارية تكون هاي البرامج بناء على الاحتياجات التدريبية اللي تطلبها الموظفين اللي هي مخرجات عن نظام إدارة الأداء الخاصة فيهم مثل ما تعرف خليمحمود احنا طبعا عدنا إدارتين معنية بشون المورد البشرية عدنا احنا إدارة المورد البشرية بما يعني بجميع التخطيط للسياسات الإجراءات وكلها أما بما يتعلق بالتدريب والتعليم المهني عدنا إدارة التعليم الطبي والأبحاث هي المعنية بتدريب الكوادر الطبية وطب المساند والتمريض طبعا يقع على عاتقها اللي هي برنامج دبي للتخصصات الطبية اللي فيها أطباء الإقامة المتطلبات المهنية لهذه الأطباء بناء على المسارات المهنية أو التخصصات المطلوبة للهيئة ممتاز قبل فترة نتحدث عن برنامج رواد الصحة وأيضا احتفيت وتخريج الدفع الأولى من هذا البرنامج خلينا نتعرف على هذا البرنامج على السريع معاتي نحن في هيئة الصحة حريصين على تأهيل وتعزيز قيادات الصف الأول والثاني كذلك تم إطلاقها هاي السنة يمكن رواد الصحة الدفع الأولى كانت بالتعاون مع قليلة محمد وراش للإدارة الحكومية وتم تخريجهم الأسوال فاتمة قبل اسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد حوالي كانوا 21 قائد في منهم سوى ومترأة تنفيذيين فهذا شيء مشرف إلا للهيئة وللبرنامج نحن محددين كفاءات قيادية خاصة لتبوء المناصب القيادية في هيئة الصحة البرنامج يبنى على هاي الكفاءات على اساس تعزيزها وثقل المهارات الخاصة بالرواد في هالبرنامج يقوم بعد منتسبين البرنامج بإعداد مشاريع تطويرية يعني مرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية في الهيئة وتم تقديم وشرح البرامج الخاصة بتخريج الرواد والقادة المنتسبين لهذا البرنامج بحضور معالي المدير العام حميل الطامن وتمت مباركة هذه المشاريع من قبلهم أما رواد الصفة الثانية أو نبادين بتدو أول برنامج لهم وهذا بالتعاون مع شركة جنرال إلكترك طبعا أكيد نفس الكفاءات القيادية بس يمكن دخلنا شوي في الأمور التشغيلية أكتر لأن أغلب المنتسبين في رواد الصحة لهذا البرنامج لهاي العام أغلبهم من رؤساء الأقسام جميل المعلومة بس اللي أنا أريد أن أضيف بعد عن هذا البرنامج أن البرنامج سوف يشمل إن شاء الله جميع القيادات في هيئة الصحة في دبي صح هذا الكلام ألا أنا غلطان صحيح فهذه شغلة جميلة جدا من إدارة الموارد البشرية أنكم أنتم تركزون على جميع القيادات من غير استثناء أنهم يدخلون في مثل هذا البرنامج لتعزيز المهارات القيادية عندهم وأيضا يعني بتكون إضافة في منظومة الموارد البشرية في هيئة الصحة في دبي بتنعكس بشكل كبير على القيادة العلي وأيضا المرؤوسين كده نحن شاكرين لك استاذ عامنا ما دل إذا تبغين تضيفين شيء قبل أختم معاك أنا بس حاب أضيف نحن في دارة الموارد البشرية طبعا بعد عن التطوير والتأهيل اللي شغالين عليه بشكل مستمر وحديث لجميع الموظفين في الهيئة تم إطلاق حزمة من البرامج التحفيزية للموظفين تحت إطار برنامج بكم نفتخر إحنا تم إطلاق الدورة الثالثة وابتدينا نستقبل الترشيحات حق البرنامج للمتميزين هذا طبعا نحن يعقد بشكل سنوي بس تونا مؤخرا أطلقنا صندوق المكافآت التحفيزية هذه طبعا نضينا فيها الصلاحيات للمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات لمنح مجموعة من المكافآت التحفيزية لموظفينهم عدنا يمكن ست معايير فرعية تحت الصندوق هذا وهدف منها طبعا يمكن نشر ثقافة التميز والتحفيز والانتكار لمجموعة شريحة أكبر من الموظفين مثل ما قلت برنامج رواء بكم نفتخر مرة في السنة وعدد محدود اللي يتم يتقدم إلها هذه نحن نحب الكل يشارك فيها وتحت مضلات المدير التنفيذي للقطاع مدير الإدارة فإن شاء الله الفائدة تعام شريحة كبيرة من الموظفين برنامج دكاترتنا هنا بتكلم مع الدكتورة ميسون دكتورة ميسون نحن في الأساس اليوم نبغي نتكلم عن يوم القلب العالمي ولكن سؤال ببتدي فيه من أحد المستمعين يقول سؤالي الدكتورة ميسون هل نحن نحاول نرفع الوعي في يوم توعية بأمراض التوحد من خلال الحملات التي نسويها نفس الوقت نطلب في هاليوم يحضرون معنا أطب متخصصين هم الطب البيدياترشن جميل طبيب أطفال ويرفعون الوعي عند الناس وخاصة الأمهات بأهمية الكشف المبكر عن التوحد لأن علاج التوحد طبعا التدخل اللي يصير التدخل المبكر بيساهم في العلاج بشكل كبير في هذا الأطفال بالذات ينصح في عمر من قبل يعني سنتين لأربع سنوات يمكن حتى بعض الاستشارات تقول قبل بعد كذا لأن عندنا نظام في هيئة الصحة بدبي دكتور خلود عن موضوع الكشف المبكر إذا بتعطينا بس نبدأ سريع عن هذا الموضوع فعلا عندنا الحين نظام جديد اللي هو يتعامل مع مو بس التوحد اللي هو حتى الأمراض الثانية مثل الـ ADHD اللي هو كثرة الحركات الحين شغالين عليه إحنا بسوين طاقم خاص من أشخاص من العلاج الطبيعي من الطبيب النفسي طبيب الأطفال وطبيب الأمراض الأحصاب للأطفال فمثل ما قالت الدكتورة ميسون هو الكشف المبكر لهذه الأمراض وليس الوقاية بس العلاج المبكر لها التدخل التدخل هاي التيم كامل كعلاج مبدئي للمرض طبعا مع الوقت جميل دكتورة ميسون يوم القلب العالمي يعني موضوع جميل جدا تحدثت معنا في البداية أيضا بعد أسمى الجناحة عن هذا الموضوع كانت تكلم عن الفعاليات اللي صارت ولكن أنا أريد أن أتكلم عن يعني أمراض القلب بشكل عام ويمكن بعد دكتورة خدود بعد الساعدة في هذا الموضوع لكن خبرنا كيف أول شي شو هي العوامل شو هي الأسباب عوامل الخطر أتكلم الأرقام الموجودة اللي الدق نقوص الخطر حاليا بالنسبة لأمراض القلب إن شاء الله بس أول شي أحب أعرف أنه مرض القلب من الأمراض المزمنة وعلى حسب منظمة الصحة العالمية الأمراض المزمنة في 2016 سببت تقريبا 71% من الوفيات لهذا السبب منظمة الصحة العالمية وضعت خطة خطتها كانت أنها تقلل الوفيات بنسبة 25% أنها تقلل لعوامل الاختطار لهذا الأمراض المزمنة سواء كانت بسلوكيات أو تقليل اللي هو ضغط الدعم والسكر والسمنة وحفزت الدول أنها تسهل وصول الناس للاستشارة وللعلاج والأدوية يعني الأمراض القلب مرض القلب في الإمارات بعد حسب منظمة الصحة العالمية في 2016 كان السبب في 40% من الوفيات 40% من الوفيات في 2016 وطبعا هذه نسبة كبيرة صح والأسباب يعني جدا ممكن الواحد يتقيها بأنه يمارس أساليب حياة صحية نحن في الأسباب في دولة الإمارات على حسب نظمة الصحة العالمية أو رسك فاكتور كانت أنه عدم ممارسة الرياضة واحدة من الأسباب الأكل طبعا ما نعرف أن الملح في الأكل يزيد ضغط الدم وضغط الدم هو عامل اختطار لأمراض القلب فلازم الواحد يخفف الملح في الأكل سبحان الله يقولون حتى الحريم ملح الحياة على ثانتين أثر على القلب سأل فيها جد كثير كامل يتخبر نزيل وبعدين فيه بعد التدخين التدخين الواحد لما يقلع عن التدخين بعد سنة تقريبا نسبة إصابته بأمراض القلب تنزل للنص فسبب مهم جدا الواحد يوقف في التدخين واللي يدخن ينوي أن يوقف في التدخين طبعا ارتفاع ضغط الدم قلنا السمنة السمنة عامل رئيسي في ارتفاع ضغط أمراض القلب هاي العوامل بإيد الإنسان أنها هو يعني يتحكم فيها قبل ما يصيب بالمرض صح فالواحد يتحاول يتبع أسالي بحياة صحية فهو نمط حياة صحية يعني في الأساس الواحد يمشي فيه هنا أبغي أسأل دكتور خلود أعراض اللي تطلع على الشخص اللي ممكن تكون يعني مثل نقوص خطر لازم أسير الطبيب ولازم أتوجه إلى الدكتور إذا يتني هذه العراض شو هي عندك أنا سميهم عيال عمها الضغط والسكري والكوليسترول يون مع بعض أو مرات إذا يا واحد يعني صاد مرض منه الأمراض الثلاثة الثاني يتبعه عسب شيح سوي الوقاية من البداية عندك مرض الضغط بالذات والكوليسترول أمراض صافة ما فيها أي عوارض لازم تكون الوقاية عن طريق الفحص الدوري فحص الدوري وايد مهم خصوصا إذا في حد بالعائلة عنده هذا المرض فالضغط يعني يقولون لي ما فيه صداع الفحص يروح يعني يسحبوا منه دم في المختبر يفحصون وبالنسبة للضغط يقولون لي جهاز الضغط يعني يوني ما رضي يقولون لي أنا ما فيه صداع يعني ما فيه نضغط ما يخصص الصداع بالضغط الصداع إذا عنده صداع وفيه الضغط هاي عوارض متأخرة وايد من البداية الضغط والكلسترول ما فيها يعوارض السكر ممكن ما تكون فيه عوارض في البداية جدا بس ممكن تكون فيه عوارض مثل كثرة التبول شرب الماء تغيير في الوزن ممكن هذا تكون أحد عوارض السكري جميل طيب بس حبيت أضيف واحدة من أهم بعد الأعراض التي تبين للي عنده مرض القلب أنه ما يقدر يصعد الدري يطر أنه يوقف يحط إيده على صدر ويوقف مش أنه ينهك لا يوقف أي مجهود يبدله ما يقدر يكمله في هالحالة لازم يروح يشوف طبيب ذكرتيني بواحد من الأصدقاء وصل للمستشفى يعني حتى أبراهيم يرقد وهذا بلش معاه لما بدأ يلعب رياضة بعد ما بدأ يلعب رياضة بدأ يحس بينهاك وصل للمستشفى سووا الفحص وهذا قال ينومون قال لأعطون الورقة أنا بوقع على مسؤوليتي بأطلع فوقع وطلع عشر دقائق واللي يتصلون في المستشفى تعال هذي مسألة حياة وموت طلع عنده كم شريان مسكر مية بالمية وكم شريان كذا كان ممكن يروح فيها سبحان الله رب العالمين أنقذة في هذا الموضوع لأن الشرايين التاجية اللي حوالي القلب مش معناة شريان تسكر القلب ما يتغذى بعده يتغذى سبحان الله يعني الله مسوينها بطريقة أنه ممكن توصل حتى لو واحد تسكر فنحن نحاول دائما ما نوصل له المرحلة الدعامات ومدعامات من قبل اتباع سليب حياة صحية يغنيك عن هاي المشاكل وعن العلاج هذا بعد حبيت أوضح بس الأعراض بعد مريض القلب ممكن يحس بألم في الصدر يطلع مثلا لشتفة أو يطلع لنسمي الحلق أو الجو وممكن ساعات يكون في راس المعدة ويحس أنه حموضة في هاي الحالات إذا الألم استمر ما يتأثر بالحرك مثلا إذا تضغط عليه ما تحس أنه يخف مستمر لازم تراجع طبيب من الأعراض اللي فيها وفيه بعد أنه يعرقون وفيه بعد ساعات ممكن يرجعون بس هاي آخر مرحلة تكون يعني كأزمة طيب إذا صادفني واحد عنده يتأزمة أو نوبة قلبية شو لازم أسوي جدامي كذا الحين أول شي تسعة 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 أول شي طبعا فهو إذا مريض بقلب بيكون عنده آسبرين مفروض صح؟ فياخذ جرعة كبيرة من الآسبرين نخلي دكتور أخر طبعا إذا كان المريض بوعية والعلامات ما للقلب واضحة جدا طبعا تستدعي لازم تسعة 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 إنه إسعاف عشان يدار كون الموضوع مبكر لكن في حالة فقد الوعي لازم يكون فيه اللي هو نظام سي بي آر بحيث إنه ممكن ننقذ أو نشيط عملية القلب ولازم شخص يكون عارف عدة تدريب إنه ممكن ينشط القلب للمريض يكون مرخص أحيانا يكلمون نحن في القيادة العامة تسعة تسعة ثمانية هي الإسعاف وتسعة تسعة طواري بس عشان نوضح المسأل فضل يا دكتورة قاطعة تتش يكون مرخص اللي يسوي لسي بي آر أو لناش لازم يكون مرخص عنده لايسن هنا ما في حد لا سمح الله يعني ناصر ما فاول عليك طيحت أنت عندي في السوديو دكاثر مموجودين تفاولت هاي يقولي تفاولت خلاص هاي شا سوي لو أنت لو مش مرخص ما تقدر ما المسأ قانون ما يسمح لك هاي مشكلة بعد بخليك خاص تتصل في الإسعاف هاو تدور حد عندني لحكت عليك لحكت ما لحكت بس على فترة أغلب الهيئات الحكومية في الدبي تقريبا عندهم ناس مدربين على لا أصلا في خطة وطنية بعد كذلك في هذا المجال دكتورة أن يتم تدريب ما يقارب 100 ألف أو 150 ألف شخص على الانعاش الريئوي نسمونا الانعاش الريئوي الطبيعي شيء اسمه سي بي آر سي بي آر الانعاش كارد وسبيرتر ما العربي وين دكتورة ندت ترجم لي سي بي آر سي بي آر سي بي آر نزيح عموما نحن يعني نبغي نختم الحلقة بنصيحة عامة مختصرة منكم أتوجه عن اليوم القلب يوم القلب هو شهر سبتمبر 29 سبتمبر ما نتكلم عن الوقاية منه بلد تباع ساليب صحية مثل ما قلنا الرياضة ما نقدر هنا ننسى أن دبي سباقة في هالمجال ومثل ما كان في سباق القدرة اللي يضع دبي في خارط العالم كدولة ناشطة أو اكتب سيتي طبعا لازم يخففون الملح الملح له تأثير جدا في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الناس اللي يحبون الملح في ملح بديل في السوبر ماركت ما يكون في صوديوم يكون في بوتاسيوم كذلك التدخين الوقف التدخين نزل الوزن حاول يكونه في الوزن الصحي إذا فيه ضغط وفيه سكر وفيه كوليسترول عالي لازم اتباع الأدوية على حسب نصائح الدكتور بالإضافة للفحصات الدورية وبس وعساكم دوم صحة وسعادة يا رب إن شاء الله يا رب نحن شاكرين لكم توجدكم معنا دكتور خلود صيخ صاصية طب الأسرة في دبي وأيضا دكتور ميسون الشعالي استشاري طب المجتمع شكرا لتشميرا لغفظي كانت معنا في التنسيق في أعداد هذه الحلقة كان يوسف سعد وأيضا كل الشكر لناصر السليمي ناصر نسوله فيها أكثر الله يطول في عمرك إن شاء الله ويرزقك للحرمة الصالحة والعيال لا لا ما أزهق ما أضعني وأيضا يعني ما نفاول عليك والله بالعكس بس ننبهك لازم تكون يعني دائما رياضي ودائما تأكلك الصحي عموما هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع قادمة حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي